نهاردة يعني اوليومين اللي فاتوا دول حاجات حزينة جدا بتحصل يمكن حسام حسن وبرهيم حسن يعني زمال ملعب كنت عارف حبهم وعلاقتهم بوالدتهم يمكن فقدوا والدهم هم صغرين قوي وامهم كانت كل حاجة في حياتهم امهم الله يرحمها مرت بظروف صعبة جدا يعني وفات جزهة كانت ربت ولادها وطلعت لنا ابطال زي حسام وبرهيم حسن اعطوا مصر الكثير والكثير وكده فقدت ابنها وابنها وهي عايشة حسام وبرهيم النهاردة بودعوا امهم ربنا رب ارحمها يمكن العزة كان بعد صلاة المغرب للأسف انا بعتذر لهم على الهوى لان انا بيبقى عندي راديو في مدينة الانتاج العلامي وبعاديها بيبقى عندي طبعا العشرة بالليل بيبقى عندي البرنامج فبالتالي العزة في مدينة نصر فانا وان شاء الله روح لهم بنفسي اعزيهم وبقول لهم البقية في حياتكم لحسام وبرهيم والأسرته ربنا يا رب يجعل مسوها الجنة ست يا ما اعطت الكثير لولادها وانا عارف علاقة حسام وبرهيم وحبهم الشديد لأمهم وكانوا دايما بيقولوا ان احنا اي حد بيهاجمنا دعا امنا لينا هو اللي بيرجعنا تاني للملعب ادوا كتير اوي في كل الاندية اللي لعبوا فيها ومازال بيعطوا وعملوا طفرة في الكرة الاردنية وصلوا لكأس الامم اسيا في استراليا 2015 بايف حياتكم حسام وبرهيم